كامل كلامنا برضو عن تفاصيل خاصة بنادي الزمالك اخد رأيك في موضوع كهربا كهربا ووضع جميع النادي الاهلي منتظرا بفرر الصبر نفس الوقت فيه كلام عن انه هيكون فيه تأييد لكهربا في القائمة الخاصة بكأس العالم الأندية للنادي الاهلي ان شاء الله في فبراير طيب خلينا اقولك ان الناس كلها بتتكلم في موعد مشاركة كهربا كهربا نفسه مش عارف هي لعب انت الاهلي الانباء اللي خرجت عن قيد كهربا في قائمة كاس العالم الأندية الاهلي عايز ياخد من الفيفا لو الفيفا سمح فعلا لكهربا يشارك كاس العالم الأندية يبقى بالتالي مسمح له يشارك محلية فبالتالي ده يبقى مخرج بالنسبة للنادي الاهلي في كل الاحوال الكهربا مش هيشارك مع النادي الاهلي غير بخطاب رسمي جاي من الاتحاد اولا الكهربا لعيب غايب بقى له فترة طولة جدا عن المباريات لعيب حتى قبل ما يمشوا وقبل ما يرجع ويسافر تركيا ما كانش عامل اضافة مع النادي الاهلي فالاهلي مش هيدخل نفسه بفكرة اللي هو ايه الحق ده لعب موقوف شارك فنخصم التلات نقاط ويطلع ناس اشتكد الفيفا والكلام ده كله فييجي يخطاب رسمي للاتحاد الدولة الكورت القدم للاتحاد المصر بيقول له كهربا مسموح لي بالمشاركة من يوم 12 يناير كهربا هيشارك ويرع معادة غير هذا الجواب تفك بقى من على السيستيم راح في اي حتة مفيش جواب مفيش كهربا حتى اه يعني انت بتقول مهم جدا الجواب الاهلي مش هيخش ريسك لان الاهلي مش هيحمل نفسه اي حاجة في موضوع كهربا حتى ده كانبان من اول يوم حما حطله البند وقال له احنا ملناش دعوا باي مشاكل او اي غرامات نتجة عن تعقداتك السابقة فبالتالي الاهلي مش هدخل نفسه في اي ريسك لان انت اي ريسك بتدمر مجهود جماعي انا تخيل كهربا شارك يعني انت بتقول كهربا كمان مش عارف اي تفاصيل ولا حد عرفا ولا المحامي التاعه ولا المحامي التاعه عر Perfection مبالك المحامي اللي ورطه بالمناسبة انا مناسبة اللي ورطت كهربا اصلا في البلبلة اللي بتحسن في الفترة اللي دي كلها كهربا ويامى ناس نصح الكهربا بس هو اعتمر على المحامي بتاعه وتوقع ان هو يحل له طبه قولنادي الاهلي ما كانش موكل محمي من طرفه برضه في النقطة دي الاهلي، كلامه كله في الأزمة دي شوف يا كهربا أنت عايز إيه وإحنا نقف جمع الأهلي ما تدخلش ما تبرعش بنفسه أنا ما جاش مثلا قال له يا كهربا تعالى قعد مع المحامل لأي حد لك مشكلة لأهلي برق قصة تماما إنت عايز يا كهربا وإحنا نحد لك الموضوع حتى لما كان عايز محامل كانوا بيحاولوا يجدوا له حلول مادية بس الأزمة المالية مع اتفاع سعر الدولار مع اللي بيحصل داخل الناج الأهلي خال لأن فيه أزمة كبيرة مع قرار إقافها لأنه الأهلي كان متوسم أنه هو يقدر يطلع عارة مثلا بمليون أو تسعمائة ألف دولار أو أيا ما يكون الرقم يدد له رقم تاني يدفع على لقصات يجدد له عقده لكن طبعا مع الإقاف لعب له ستة شهر موقوف ويتواف تاني على فكرة فالحل قدام كهربا حتى لو لعب حتى لو كهربا لعب لازم يبدأ يجاده اللي بقى شوف كلبالي والنجم السحلي واللي خلال النجم السحلي يوافي أن يبيع يبيع الضوء بالرقم ده عشان يطلع رقم كبير جدا مستحقات النادي الأهلي من كلبالي لأن كلبالي هتوقف والنجم كمان كان معرض للإقاف يعني زي ما نقول إيه ضامن للعب فكهربا مش هيشارك غير بجواب طول ما جاش جواب أو خطاب رسمي من التعارض دولي كهربا استحالي ينزل الملأ